السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتي من جديد مازلنا مع قناة تفسير الأحلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم أيها الإخوة الكرام النهاردة هنتكلم عن رؤية البيت غرآن حينما أرى غرق البيت ولم يخرج الماء منه يعني سبحان الله العظيم البيت غرآن ولكن المية ما طلعتش هو البيت في قلبه مية هذه الرؤية تدل على غرق أهل البيت مش غرق حقيقي في ماء لا وإنما غرق في مشاكل ومع شديد الأسف كل أفراد البيت رؤية عين ماء في وسط البيت هذه الرؤية تدل على الخير الدائم لأنه بطبيعة الحال العيون والأبار الناس بتستفيد منها فهذه الرؤية تدل على الخير وخير دائم بدلالة أن الأبار موجودة والماء موجود بصفة دائمة رؤية خروج الماء من جدار البيت هذه الرؤية مزمومة للغاية وسأمتنع عن تفسيرها خروج ماء تحديداً خروج ماء من الجدار رؤية أنك غرقت لكنك لم تمت هذه الرؤية تدل على أنك شخص غارق في الذنوب والمعاصي وينبغي عليك التوبة الله سبحانه وتعالى يقول هذا الدليل مما خطيئاتهم أغرقوا والغرق هنا قد يكون على ظاهره وقد يكون غرق في الذنوب والمعاصي الغرق في الماء الصافي هذه الرؤية تدل على المال الذي تتحصل عليه إن شاء الله تبارك وتعالى وسيكون مال من حلل الغرق في فصل الصيف محمود أما الغرق في فصل الشتاء مذموم وأنا لا علاقة لي بالحقيقة يعني أنت فصل الصيف وقت ما شفت الرؤية ولا فصل الشتاء ده مش موضوعي إنما اللي شفته في المنام إن انت مثلا في فصل الشتاء وانت في الحقيقة مش في فصل الشتاء أهم حاجة اللي تشوفه في المنام إيه فكون انت بتغرق في فصل الصيف هذا محمود تغرق في فصل الشتاء هذا مذموم انفجار الماء من البيت وغرق البيت هذه الرؤية تدل على زوال الهموم خروج الماء من البيت بعد الغرق تدل على تفريج الكربات إن شاء الله تبارك تبارك تعالى انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر